الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يسعيدكم وأن يرفع درجاتكم وأن يغفر لكم ذنوبكم وسيئاتكم كما أسأله جل وعلا أن يكون معكم في جميع حوائجكم وأوقاتكم وأزمانكم وأماكنكم وبعده فهذا لقاء جديد نتدارس فيه شيئا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم جزاه الله عنا خير الجزاء وأن نسأله أن يجعلنا من أتباعه ومن المكتدين به من خلال قراءة عدد من أحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجزاه عنا وعن الإسلام خير الجزاء فلعلنا نقرأ بعض الأحاديث في ذلك الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف نلقين وكان ضئرا لإبراهيم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأنت يا رسول الله فقال يا بن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون قوله هنا وعن أنس قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أنس في عمري بضع وعشر سنين قوله على أبي سيف القين القين هو من يشتغل بالحديد وتنظيمه وقوله وكان ضئرا لإبراهيم يعني أن زوجة أبي سيف قد أرضعت إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه إثبات أن حكم الرضاعة ينتشر إلى زوج المرضعة وقرابته بما يسميه العلماء لبن الفحل يعني أن اللبن ينسب إلى زوج المرأة المرضعة قوله فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله فيه تقبيل الصبيان وأن ذلك من طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ثم دخلنا عليه بعد ذلك ورد في بعض الروايات أن إبراهيم قد مات وهو ابن أربعين يوم وقوله وإبراهيم يجود بنفسه يعني أن روحه تخرج منه في ذلك الوقت قال فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فيه جواز البكاء عند موت ميت بحيث يعلم أن الحزن وما قد يترتب عليه من دمع العين هو من الأمور التي تكون قد وصلت إلى النفس من غير اختيار ولا رضا بذلك فقال له عبد الرحمن وأنت يا رسول الله يعني تحزن وتبكي عند موت الميت فقال يبنعه فإنها رحمة أي هذا البكاء وهذا الحزن إنما نتج عن الرحمة التي جعلها الله جل وعلا في القلب قال ثم أتبعها بأخرى أي بدمعة أخرى فقال صلى الله عليه وسلم إن العين لا تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا في هذا مشروعية امساك الإنسان للسانه من التصخط والجزع عند حلول المصائب حسن الله إليكم قال عن عبد الله بن عمار رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكواله فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال قد قضى قالوا لا يا رسول الله فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصى ويرمي بالحجارة ويحثي بالتراب قوله اشتكى سعد بن عبادة سعد بن عبادة أحد كبار الأنصار وله مواقف مشهودة في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وقد توفي في السنة الخامسة بعد غزوة الأحزاب وذلك أنه لما خرج إلى الغزوة كان فيه موطن لم يقم بتغطيته فجاءه سهم غائر فأصابه فكان سبب من أسباب وفاته وكان قبل ذهابه إلى المعركة يقول اللهم إن كان هذا آخر لقاء مع قريش فاجعل موت فيه ولا تمتني حتى تكر عيني في بني قريضة فأصابه السهم في الأحزاب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع خيمة له في المسجد يمرض فيها ليأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قرب ثم إن بني قريضة لما نقضوا العهد وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا تحت حكم سعد بن معاذ تحت حكم سعد بن معاذ فحكم فيهم بما حكم أما سعد بن عبادة فهو قائد القبيلة الأخرى من قبائل الأنصار فإن الأنصار مكونة من الأوس والخزرج سعد بن عبادة بقي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنهم يوم بيعة أبي بكر الصديق كانوا قد أتوا به وهو مريض على سريره حتى أن الناس لما بايعوا أبا بكر قال قائلهم قتلتم سعد بن عبادة فكان حاضرا في البيعة وكان سعد بن عبادة تأتي عدد من الأمراض ففي الحديث أن إصابة الإنسان بالأمراض لا تدل على نقصان درجته عند الله جل وعلا فلقد يكون من أسباب رفع درجته عند رب العزة والجلال وفي الحديث مشروعية زيارة المرضى وفيه زيارة الجماعة للمريضة وفي الحديث في قوله في غاشية أهله يعني كأنه أصابه شيء من الإغماء فقال قد قضى يعني هل مات أو لا زال حيا قالوا لا يا رسول الله وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم بالغيب قوله فبكى النبي صلى الله عليه وسلم هذا البكاء على سعد بن عبادة وهو حي لم يمت بعد فلذا فيه البكاء عند المريض لإصابته بشيء من الأمراض فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا وفيه أن بكاء الشخص يؤثر على من حوله ويجعلهم يبكون وفقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون فيه تنبيه الأسماع لسماع الموعظة والحكم الشرعي الذي يقال بينهم وفي الحديث أن الإنسان قد يرد عليه البكاء والحزن من غير قصد منه فلا يعذبوا بذلك قال وفي الحديث أن التسخط من قضاء الله وقدره يكون سببا من أسباب نزول العذاب على الإنسان في الدنيا والآخرة وقد تقدم معنا البحث في حديثي إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه وذكرنا أن الأرجح في ذلك أن الميت في قبره يخبر بما يكون عليه حال أهله من البكاء والحزن فيكون هذا مؤثرا عليه قال وكان عمر يضرب فيه إما في أخراج الصوت وإما في البكاء بالعصى ويرمي بالحجارة ويحثي بالتراب من أجل أن يسكتهم ويبعد ما هم فيه من البكاء أحسن الله إليكم قال عن محمد بن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت با يعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركن بالله شيئا ونهان عن النياحة فأخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح فقبضت امرأة يدها فقالت أسعدتني فلانة فأريد أن أجزيها فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فانطلقت ثم رجعت فبايعها فما وفت من امرأة غير خمس نسوة أم سليم وأم العلا وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتين أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى رضي الله عنهن في الحديث بيعة النساء للإمام وصاحب الولاية وأن تلك البيعة بالكلام بدون مصافحة والبيعة هنا من النساء للنبي صلى الله عليه وسلم في ترك المعصية وفي الحديث التأكيد على اجتناب الشرك ووسائله وطرائقه بصرف شيء من العبادة لغير الله وفي الحديث النهي عن النياحة وهي رفع الصوت بتعداد محاسن الميت عند وقوع المصيبة به وفي الحديث من الفوائد في قولها أسعدتني فلانة يعني أن هذه المرأة سبق أم مات لها ميت فناحت معها امرأة أخرى فكان ذلك سببا لسعادتها فأرادت أن ترد لها مثل فعلها وبالتالي تنوح لميتها فذهبت إلى تلك المرة فناحت عندها لموت بعض قرابتها ثم عادت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليكم قال عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع قبل أن تخلفه قوله في هذا الحديث إذا رأى أحدكم الجنازة الجنازة تطلق على السرير الذي يوضع عليه الميت حال وضعه عليه وفي الحديث في قوله فإن لم يكن ماشيا معها فليقم إن كان قد مشى معها فإنه سيكون قائما لأنه سيمشي معها وقال فليقم فيه مشروعية القيام عند رؤية الجنازة وهذا الحكم قال به طائفة من أهل العلم كالظاهرية وجمهور يقولون بأن هذا الحكم منسوخ لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام للجنازة ثم قعد فكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يقوم للجنازة وفي الحديث بيانوا أنهم كانوا قبل هذا النسخ يستمرون في القيام حتى تجتازهم الجنازة أو يجتازونها أو توضع من أجل أن يصلى عليها أو تدفن حسن الله إليكم قال عن أبي سعيد المقبورير قال كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلسا قبل أن توضع فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال قم فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهان عن ذلك وقال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فليقعد حتى توضع قال أبو هريرة صدق قوله في هذا الحديث كنا في جنازة فيه مشروعية تشييع الجنائز والاجتماع على ذلك قوله فأخذ أبو هريرة بيد مروان وهو من ولاة بني أمية وقد كان أميرا على المدينة قبل أن يكون خليفة للمسلمين ومروان بن الحكم أصبح خليفة بعد ذلك وتولى الخلافة أربعة من أبنائه بعده وقوله فجلس يعني أبو هريرة ومروان قبل أن توضع الجنازة فأخذ أبو سعيد بيد مروان فأقامه فقال قم فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك يعني عن الجلوس قبل أن توضع الجنازة وأخذ من هذا بعض أهل العلم أن من تبع جنازة فإنه لا يجلس حتى توضع في الأرض عن مناكب الرجال فإن قعد فإنه يقوم حتى يؤتى بالجنازة فتوضع على الأرض وفي الحديث دليل لمن يرى أنه عند رؤية الجنازة يقام لها لقوله إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع وقد ذكرت الخلافة في هذا وذكرت قول من يقول بأن هذا الحكم قد رفع نعم حسن الله إليكم قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا في الحديث تجهيز أهل الذمة وأنهم يمكنون من تجهيز موتاهم وفي الحديث ما كانوا عليه من عمل الجنازة لموتاهم وفي الحديث دليل لمن قال بأنه عندما يمر بجنائز أهل الكتاب فإنه يقام لها وقد بينت الخلافة في ذلك فيما مضى نعم حسن الله حسن الله إليكم قال عن ابن أبي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد رضي الله عنهم قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا في هذا الحديث ذكر القادسية وهي مكان بالعراق وقعت به الوقعة المشهورة وفي الحديث دليل لمن يرى أنه يقام عند المرور بجنازة أهل الذمة وظاهروا من قوله من أهل الذمة أنه كان من المجوس فإن المجوس تأخذ منهم الجزية ويبقون ويقرون على دينهم وعلى مساكنهم وفي الحديث أنه تحترم النفس البشرية ولو كانت من أهل الديانات الأخرى ثابكم الله قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على عناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قال يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق في الحديث في الحديث حمل الجنائز على الأعناق وفي الحديث أن الذي يحمل الجنائز هم الرجال فإنه قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على عناقهم مما يدل على أن من المتقرر أن الجنائز لا يحملها إلا الرجال دون النساء في الحديث مشروعية لإسراع بتجهيز الموتى ودفنهم وفي الحديث كلام الميت على الجنازة حيث تقول قدموني قدموني وتقول يا ويلها أين يذهبون بها وفي الحديث تفاوت المخلوقات في مقدار ما تسمعه من الأصوات آبكم الله قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه وإن يكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم في الحديث مشروعية الإسراع بتجهيز الجنائز واستحباب المبادرة في ذلك وفي الحديث التخلص من الشر والسوء وفي الحديث أداء المهام التي تكون مناطة بالإنسان وفي الحديث بيانوا أن الجنائز تحمل على الرقاب لقوله تضعونه عن رقابكم أثابكم الله قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلما قوموا فصلوا على أخيكم أصحمه فصل النبي صلى الله عليه وسلم على أصحمة النجاشي فكبر أربعا ونحن صفوف صففنا وراءه فكنت في الصف الثاني أو الثالث في الحديث ذكر النجاشي وبيان فضله رضي الله عنه وأنه من أهل الإسلام واسم النجاشي اسم يطلق على ملوك الحبشة وأما أصحمه فهو اسم ذلك الملكي بعينه الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإخبار عن وفاة الميت يوم وفاته من أجل أن يصلى عليه وفي الحديث الثناء على الميت ولإخبار بحاله لقوله توفي رجل صالح وفي الحديث دعوة الآخرين لصلاة الجنازة وفي الحديث أن صلاة الجنازة من فرض الكفايات لكونه قد أمر بها فقال فهلما قوموا فصلوا على أخيكم في الحديث دلال على أن صلاة الجنازة لابد من القيام فيها وفي الحديث صف المصلين على الجنازة الصفوفة من أجل أن يشفعوا لصاحبهم وفي الحديث أن المأمومين يكونون وراء الإمام في صلاة الجنازة ومثله في بقية الصلوات وفي الحديث مشروعية التكبير على الجنازة بأربع تكبيرات وفي الحديث ذكر الصفوف التي تكون على الجنازة صف المصلين على الجنازة حسن الله إليكم قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا نحممهما ونضربهما فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا لا نجد فيها شيئا إنما نفضحهم ويجلدون وإن أحبارنا أحدث تحميم الوجه والتجبية قال لهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه كذبتم إنا فيها الرجم فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين ادعهم يا رسول الله بالتوراة فأتوا بالتوراة فنشروها فقالوا لرجل ممن يرضون يا أعور اقرأ فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع مدراسها يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها ولم يقرأ آية الرجم فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم تلوح فقال ما هذه فلما رأوا ذلك قالوا هي آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم إن عليهم الرجم ولكننا نكاتمه بيننا فأمر به ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم عند البلاط قريبا من موضع الجنائز عند المسجد قال عبد الله فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة في الحديث الحكم على أهل الكتاب فيما يكون بينهم من القضايا إذا جاءوا إلى المسلمين ليحكموا بينهم وقد خير الله عز وجل أهل الإسلام عندما يأتيهم أهل الكتاب بين أن يحكموا بينهم أو يعرضوا عنهم وفي الحديث أن جريمة الزنا محرمة في جميع الشرائع وذلك لما يترتب عليها من عظيم المفاسد وفي الحديث سؤال أهل الكتاب وفيه أن اعتبار الإحصان في عقوبة الزنا كما هو في هذه الملة هو في ملة من سبق وقولهم قالوا نحممهما ونضربهما الضرب معلوم والتحميم بأن تسود وجوههم بالفحم وهذه عقوبة هم أحدثوها وقولهما تجدون في التوراة في شأن الرجم فيه جواز سؤال أهل الكتاب عما في كتابهم إذا كان في ذلك تحقيق مقصد شرعي وفي الحديث قالوا لا نجد فيها شيئا إنما نفضحهم ويجلدون يعني نقوم بذكر جريمتهم أمام العموم وإن أحبارنا أي المتخصصين في علم التوراة والإنجيل أحدثوا تحميم الوجه والتجبية والمراد بالتجبية أن يوضع الإنسان على حمار ووجهه متوجه إلى الخلف وظهره عند رأس الحمار ليعلم ما شأنه ولتعلم الجريمة التي أقدم عليها فقال لهم عبد الله بن السلام كذبتم أي فيما إدعيتموه أن عقوبة الزاني في التوراة هي التحميم والتجبية وقال إن فيها الرجم قال فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين فيها مراجعة التوراة لمعرفة ما عند أهل الكتاب لا لأخذ الحق والهدى منهما فإن الله عز وجل قد أغنانا بكتابه عن أن نراجع الكتب السابقة وكما قال جل وعلا ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء فمن مقتضى بيانه لكل شيء ألا نحتاج إلى شيء من التوراة وقد قال جل وعلا إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله ولذا كان من أمرهم أنهم قد أوكل إليهم حفظ هذه الكتب فخلاف القرآن العظيم فإن الله هو الذي تكفل بحفظه كما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وفي الحديث نقل ما في الكتب السابقة من لغاتها إلى اللغة العربية فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف اللغة العبرانية وإنما كانوا يقرأون بتلك اللغة ثم يستنتجون منه الحكمة بالترجمة إلى اللغة العربية وقوله فقالوا لرجل ممن يرضون أي ممن يرتاحون إلى قراءتهم ويسرون بتوليهم لها قال فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع مدراسها وهو المعلم الديني الذي كان يعلم ديانتهم يده على آية الرجم من أجل أن لا يتمكن القارئ من قراءتها فقرأ ما قبلها وما بعدها ولم يقرأ آية الرجم وفيه بيان ما عليه أهل الكتاب من التحريف وكتمي العلم وعدم إظهار الأحكام الشرعية ولذا قال تعالى عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون وفقال له عبد الله بن السلام وقد كان من أحبار اليهود فأسلم ولما أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهد شهادة الحق ثم قال يا رسول الله إن يهود إن يعلموا بإسلامي يبهتوني فأحضرهم وسألهم عني فدعاهم فسألهم عنه فقالوا هو خيرنا وابن خيرنا ومعلمنا وابن معلمنا وهو أفضلنا وابن أفضلنا فخرج عليهم عبد الله بن سلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فقالوا هو شرنا وابن شرنا وبدأوا يتكلمونا فيه فإمتن الله عز وجل على عبد الله بن سلام بأن هداه لدين الإسلام وفيه المعاونة في كشف تحريف المحرفين وأن ذلك من القربات وفيه إظهار الأحكام الشرعية والوقوف في وجه من يريد كتمها وفي هذا الحديث أيضا تصديق ما جاءت به هذه الشريعة المباركة بموافقة ما فيها لما أتى به الأنبياء السابقون وقالوا إن عليهم الرجم ولكننا نكاتمه بيننا أي لا نظهره للناس فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجي ما عند البلاط هل رجم هذا اليهود وهذه المرأة بناء على شريعة الإسلام أو بناء على ما هو مقرر في ديانتهم هذا موطن خلاف بين أهل العلم والأكثر على أنهم إذا تحاكموا إلينا حكمنا عليهم بمقتضى هذه الشريعة وإنما أحضر التوراة من أجل أن يحاجهم بذلك وأن يبين لهم فساد الطريقة التي ساروا عليها ولذا قالوا ولكننا نكاتمه بيننا فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجي ما عند البلاط والبلاط مكان بقرب المدينة بجوار المصلى الذي تصلى فيه الجنائز وهذا المصلى مجاور لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي يبين هذا شيئا من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقال عبد الله بن عمر فرأيت الرجل الزاني يجنأ أن يغطي ويحنى على المرأة يقيها الحجارة لألا تصيبها الحجارة نعم ثابكم الله قال عن طلحة ابن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال ليعلموا أنها سنة قول طلحة ابن عبد الله بن عوف رحمه الله صليت خلف ابن عباس ابن عباس من علماء الصحابة ومن الأئمة المهديين وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل وفي كثير من أحواله ينقل ما لديه من الأحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث مشروعية الاجتماع لصلاة الميت وأن المأمومين يصلون خلف الإمام قوله فقرأ بفاتحة الكتاب يعني أن فاتحة الكتاب من الأمور المشروعة التي يتقرب الإنسان لله عز وجل بقراءتها في صلاة الجنازة وجمهور على أنها تقرأ بعد التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام بدون أن يكون قبلها دعاء لاستفتاح والقول بمشروعية قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى هو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى بينما قال الإمام أبو حنيفة بأنه بعد التكبيرة الأولى يثني على الله عز وجل وقال الإمام مالك بأن المصل في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى يدعو كما يدعو بعد الثانية والثالثة والقول الأول بمشروعية قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى هو الأظهر لفعل ابن عباس في الغالب أنه ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقوله ليعلم أنها سنة أي طريقة متبعة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال الصحابي من السنة كذا فإنه يحمل على أنه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على أن قراءة الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام في صلاة الجنازة من الأمور المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين سأله جل وعلا أن يصلح الأحوال وأن يغفر الذنوب والزلات كما نسأله جل وعلا أن يجمع كلمة المسلمين على الحق وأن يدر عليهم في أرزاقهم ويبارك لهم في جميع شؤونهم نسأله جل وعلا أن ينشر الأمن في أقطارهم كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين